بإقليم تاروداند دو المساحة الشاسعة كانت وجهتنا هذه المرة جماعة لدتيمة حيث يعاني قطاع الحوامض من مشاكل عدة دفعت بفلاحي المنطقة إلى التخلص من فاكهة الكليمونتين في أراضي غير مستغلة ومناطق بعيدة عن ضيعاتهم الفلاحية نتيجة توفرة العرض مقابل تراجع الطلب على هذا المنتوج الذي يعتبر مصدر قوتي عيش معظم الساكنة المحلية هذا غير فقط غير نموذج في منطقة جماعة سيدي أحمد عمر منطقة هوارة ولا التيماء الخصائر تقدر بالأطنان الفلاح دائما هو الخاسر محيط الفرشة المائية التي مشات منذ زمن ومحيط اليد العاملة والمصارف ديالها يدروك عند الفلاح يطلب لي التام يقول لك إحنا راقع لغلة ما فكناه يقول لي 40 ريالي يقول لك إحنا ما فكناه قاع الساعة يخلصك قاع ما يعطيك بواله ما تخرجيك لأخذ ماله ولو إحنا اللي جاك يكلفات الشراء يشرب فيه للعام الجاي بعين تقول فينا دي المشي وإحنا نسرقوه ما بين الإكراهات المغلية التكلفة ديال الإنتاج هو الماء الماء رأى الماء كتشوفوه الماء كان طلعوا بمئتين وعشرين مترو وطاقة را 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 اللي قال ليك في اللحم عفيم الضاربة را كان خلصوا ستين ستين الفريال تلتالاف درهم تلتالاف وقمسمية درهم فرق وحده ديال الضو كل شهر را خاصنا التاقة 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 اللي بطلع الماء باش تكون عندها باش نخفضه ولو قليلا من تكلفة ديال إن تجملا الأسميدة والأدوية ولياد العاملة راها ديك را حدد فلا حرج اللحم ضرورين ديالهم خاسر وكتشوفوا كل شي بعينكم كان طلبوا الله وسيدنا الله ينصروا ينضر في هذا الشي اللي عندنا والوزارة ودكش شي والمأسئولين اللي متكلفين بهذا الشي دولة خصد دعم الفلاح قد عطيه مثلا تيوت عطيه قادوس مرة واحدة وكتشجعش حال الناس اللي أخرين كي يجووا كي يأخذوا الدعم وكي غادروا وماشيش ميانين ماشيش فلاحة ورغم ذلك فاش بيضغطينينا شي هاتيو متالان ولا ضغطيني قادوس مرة واحدة وجلية غير السوق الحلول دياله الشي خصد دولة تحاول تنشأ مصانع وتدعم اللي بيستثمر في مصانع ديول العصائر وديول وديول الكنفتير باش يبقى معلّب يبقى للمنتوج معلّب طيل العام تكون عنده واحد لا دير دياله سميته تكون عنده عام ولا عام ونص حنا ندركوا راه خمسة عشر يوم وعشرين يوم إلا ما قلت راه بحل مش ماشي إلا ما قلت ماشي نيتل منتوج جاك تدي اسميته بزز منك غادي تلوحوله بهاي ولا غادي تتخلص منه بأي طريقة لحوله لوقت الدولة خص تقنن القطاع القطاع غير مهيكل تراجع الطلب على الكليمونتين بالأسواق الداخلية والخارجية كبد الفلاحين خسائر مادية فادحة في جهة تنتج ما يفوق المليون طن من الحوامد سنويا الأمر الذي دفع بمصالح وزارة الفلاحة إلى برمجة اجتماع خلال شهر يناير من السنة المقبلة من أجل تدارس ومناقشة الوضعية الراهنة لهذه السلسلة وإيجاد حلول للإكراهات التي تحول دون تطور تسويقها الله يكبر